دكتور جمال مع بداية الحرب والأيام الماضية حتى وصولا للحظة القمة وهي بتعقد في ضرف استثنائي بتمر بين منطقة حضرتك شايف إزاي السلوك الإسرائيلي يعني كيف تقيم السلوك الإسرائيلي سياسيا وإحنا شوفنا برح بصراحة مشهد عجيب جدا يعني مشهد أكبر موظف في الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة أمام معبر رفح بيناشد العالم وبتكلم أو بيناشد إسرائيل كمان إنه إدخال أكبر قدر من الشاحنات وضرورة إدخال أكبر كميات من المساعدات لقطاع غزة إحنا في مشهد يعني فيه مفرقة إن ده المسؤول عن أو هو أعلى موظف أو الأمين العام للأمم المتحدة بيناشد العالم ويناشد إسرائيل تقييمك للسلوك الإسرائيلي غير المسبوق إزاي وإزاي بيتعاملوا مع المواقف الدولية مع بداية الحرب حتى الآن أنا أرى فيه أنه لطمة إسرائيلية على وجه الأمم المتحدة يعني هذه الأمم المتحدة التي انشأت لتحقيق الأمن والسلم الدوليين وهذا هو أكبر مسؤول أممي في الأمم المتحدة أو في العالم يأتي إلى هنا ثم لا يقف على أبواب رفح لا يستطيع الدخول ولا يستطيع إخراج برغم من أنه كان جاء بتنصيق مع الولايات المتحدة ومع الدول الرعية لإسرائيل أو المتبنية لإسرائيل أو الدول الشريكة لإسرائيل وكان هناك توافق وكان هناك أحاديث أنه سوف يدخل عشرين شاحنة لم يستطع حينما جاء إسرائيل رفضت وقالت يعني البعض يعني هددت بشكل ما أو بآخر بأنها سوف تضرب هذه القافل حتى يومنا هذا لم تدخل أي شاحنة إلى إسرائيل بالرغم من أنه بالأمس قيل أنه سوف تدخل شاحنتين أدوية لم تدخل هذه الشاحنتين فبالتالي أنا أعتقد هذا التبجح الإسرائيلي وهذه الغطرصة الإسرائيلية لم تنل فقط الفلسطينيين لكنها نالت العالم كله سواء كانت عبر مجلس الأمن أو عبر مجيء الأمين العام أو سكرثير العام للأمم المتحدة ووقف على بوابة رفح يعني في طابور أشبه بطابور زنب يعني بمثابة شاهد أنه يكون حتى موجود كشاهد على الذي يحدث يعني عزر التاريخ يعني وحسب عشان كمان للأسف أنه اللي بيخرج للإعلام الغربي أو اللي بيروجه لإعلام الغربي أنه مصر هي اللي مش بتدخل المساعدات فلأ حضرتك موجود أنتوني جاتيريش أكبر مسؤول لو هرتكلم حتى هذه المنظمة هي من أكبر المنظمات الدولية الموجودة بتجمع العالم كله فيعني أنت موجود بنفسك أعتقد أنت بمثابة شاهد عيان الآن إذا قدرت تخش خش من الموقف يعني كانت أصرحات سامح شكر وزير الخارجية أن الموقف أن المعبر مفتوح من جهة مصر لكن المشكلة الآن هي إسرائيل بتهدد هي بتهدد بضرب أي شاحنة بتدخل منها إلى الأراضي الغزاوية فبالتالي وهذا ما حدث كان يعني وبالفعل مصر لم تكتدر بالفعل الشاحنات تحركت بالفعل وشاهدنا اللي حصل من بداية التصعيد بس أعيب بأنك تتحدث عن السلوك الإسرائيلي إحنا شايفين أنه الحقيقة يمكن التصعيد مش بس في قطاع غزة التصعيد في فلسطين بشكل كامل وأيضا التصعيد في لبنان التصعيد في عدة مناطق أخرى ودول أخرى في نفس الوقت كنا بنسمع أنه تحذير من التصعيد في الجبهة الشمالية وتحذير من فتح هذه الجبهة بس في نفس الوقت في استفزاز من هذا الكيان الإسرائيلي المحتل لهذه الجبهة إيه ده إيه يعني هل ده فعلا بمحدث صدفة هل ده فعلا ما كانش مخطط قبل 7 أكتوبر معقولة لا إسرائيل إسرائيل لديها يعني خطة ترصعية سواء كنا نتحدث عن مسألة جنوب لبنان هي مجرد توجيه ضربات لجنوب لبنان لكن بالنسبة للتوسع في الأراضي الفلسطينية سواء في غزة أو في الأردن هي لديها هذا المخطط هي تنتظر فقط مجرد أن تكون هناك ضعف في الجبهة الشمالية سواء كنا نتحدث عن الأردن الضفة الغربية أن تضعف الأحوال أو تضعف الظروف في الأردن أو أن يكون هناك تستغل أي اضطرابات أو أي ضعف في مصر لترحيل أهالي غزة إلى سيناء فبتالي هنا نحن نتحدث عن لا أريد أن أقول استعدادية أو جهزية إسرائيلية للتحسب لكنها طبعا إذا كان هناك جهزية أعتقد أنها جهزية غربية يا فندم ليس جهزية إسرائيلية أعتقد أنها موضوع أوسع من كده بالأمس فقط تحدث أو صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه سوف يطلب من الكونجرس تخصيص 14 مليار هذه أكبر حزمة مساعدات بتوجيها الولايات المتحدة إلى أي دولة في دول العالم أو في تاريخ الولايات المتحدة بصفة عامل تتعرف حجم المساعدات الأمريكية لإسرائيل 3 مليار أو 4 مليار في السنة 3 مليار و 8 مليار 10 يعني هذا في عهد هي زيدة فقط في عهد الرئيس باراك أوباما ثم بعد ذلك الآن بنتحدث عن 14 مليار يعني حجم المساعدات الأمريكية العسكرية التي بتعطيها لمصر 1 و 3 من 10 ثم بعد ذلك يعني بتحاول أنها تضغط على مصر بهذه المساعدات نحن نتلم على 14 مليار سبع سنوات من المساعدات سبع سنوات مقدما سبع سنوات من المساعدات